موسيقى عقب بداية النشاط الرياضي يمكن مع دم الأكواد اللي عملناها كان تاني يوم على طول بداية دور مراكس الشباب عشان نشجع استمرار أو موضوع استمرار الدور المصري أو استدامته والحمد لله كانت نتيجة زي ما احنا شايفين النهاردة النسخة التامنة مشاركة يعني كل ومعظم مراكس الشباب مصر عدد المستفيدين بيتخطى 39 ألف مشاركة احنا بنشكر للجنة التنفيذية اللي بتقوم بتنفيذ هذا الدوري اللي طبعا فيها يعني مجموعة كبيرة جدا من خادات الرياضية والشبابية اللي بتقود هذا الدوري معالي الوزين اللي قلنا أهمية البعد الاقتصادي لدور مراكز الشباب بعد اقتصادي مهم جدا لأن أولا فيه فرق بتتكون داخل مراكز الشباب بيكون لها مداربين وأجهزة داخل مراكز الشباب للمشاركة الدوري ثانيا احنا حجم الدعم المالي لهذا المركز بتكلفته بنخصص له مخصصات مش قليلة كمان حتى العامل التحفيزية أن النقطة في توقيت معين بتكون بمبلغ مالي الفريق الفايز بياخد مبلغ مالي بيجمع تراقومي لغاية الفرق اللي بيكوز بالدوري فبالتالي بيشاكل جزء من الدخل ودعم الجانب الرياضي بالإضافة لأن الفرق تبدأ تجيب وتنقي لعبين ما كانش حد واخد باله أو شايفهم بالإضافة إلى وجود طبعا لجنة التحكيم في اتحاد المصري اللي بنشكره على التعاون المستمر دائما ما نجد الجديد والجديد لدور مراكز الشباب كل عام الجديد هذا العام شكرا الجديد هي المشاركة الأكبر والأكدر الجديد هي اللايحة التنفيذية لمشاركة نسبة أكبر من ولادنا تحت السن اللي مش مسجرين في الاتحادات لكن طبعا في حجم المسجرين في الاتحادات الرضاية وزي ما قلنا جوه احنا متدرجين هنوصل في النسخ إن شاء الله يكون كل اللي موجودين هي أوجه جديدة باستثناء إن شاء الله ممكن يبقى لعب أو اتنين في الدوري الممتاز بيلعب أو دوريات اللي بتلعب علشان نساعد على زيادة القاعدة من الممارسة في دور مراكز الشباب